موسيقى صباح الخير معكم تامر فاهمي والنهاردة ان شاء الله هنتكلم عن موضوع هام جدا يتسائل عنه الكثيرون في الفترة الماضية قال وهو ذواج المصري من أجنبية لابد من اتباع خطوات وإجراءات قانونية حتى يتسنى لنا تحرير عقد ذواج رسمي وقانوني في جمهورية مصر العربية أولا لابد على أن يحضر راغبي الذواج المصري والأجنبية إلى مكتب ذواج الأجانب بالدور الرابع لتحرير عقد الذواج المستندات المطلوبة لابد من طوافر إقامة سياحية أو إقامة غير سياحية طبعا الإقامة الغير سياحية بتقتصر على بعض الجنسيات منها الجنسية الأوكرانية أو الجنسية الروسية أو البلة الروسية وغيرهما من الجنسيات بعد طوافر شرطي الإقامة سواء كانت إقامة سياحية أو غير سياحية لابد من موافقة الصفارة الخاصة بالأجنبية وبيتم ذكر الحالة الاجتماعية بالموافقة وذكر الديانة التي تنتمي إليها الأجنبية ولابد أن تنتمي إلى دين سماوي النقطة التالية لابد من طوافر خمس صور شخصية ليست مقتصرة على الخلفية البيضاء ممكن أن تكون صور أربعة في ستة عادية جدا تقدم لمكتب ذواج الأجانب لابد من طوافر فحص طبي لراغبي الذواج لكل من المصري والأجنبية لابد من طوافر وتواجد شاهدين عدل أن يكون بالغين عاقلين سواء كان مصريين أو أجنبيين فلابد من طوافر إقامة للأجنبي الذي سيدلي بشهادته في عقد الذواج داخل جمهورية مصر العربية وبالنسبة للمصري لابد من طوافر بطاقة الرقم القومي يتوجه راغبي الذواج إلى مكتب توثيق ذواج الأجانب ثواء كان بصحبة المصري مع الأجنبية أو بتفويد وتوكيل أستاذ محامي للقيام بإنهاء الإجراءات أنصح وأوجه النصيحة لحضراتكم بأن تكون الأجنبية حاضرة لعقد الذواج تحسبا لأي أمور في المستقبل ولعدم حدوث أي معاوقات أو عرقيل لا يحمد عقبها ثم يتم تحليل عقد الذواج بمكتب ذواج الأجانب ويتم الأمر على خير بإذن الله تعالى ولنلتزم بما ذكره الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أدواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة صدق الله العظيم لكم مني كل تقدير واحترام انتظروني في القريب العاجل بإذن الله تعالى ونلتقي على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة